الاهلي والهلال السوداني فيه شوية نقاط كده رئيسية عايزين ناخده نقطة رئيسية الاولانية هل نتيجة جيدة؟ فهي مش سيئة اكتر منها جيدة في الحقيقة هل كان ممكن يكون افضل؟ اعتقد اه لكن دي فرضية اه ليه افضل؟ خلينا نتكلم في كذا نقطة مهمة جدا خاصة بالاهلي ببيت سمو سماني المشكلة اللي احيانا بتواجه بيت سمو سماني والاهلي في المباريات اللي زي الهلال السوداني في الحقيقة الميزة الرئيسية اللي عند بيت سمو سماني هي دراسة المنافسين وتطويع خطة وطريقة اللعب عليها شفنا الاهلي بيلعب مع بيت سمو سماني ب 4-2-3-1 وشفنا بيلعب ب 3-4-3 وشفنا بيلعب ب 4-3-3 للأسف بعد كل مباراة الناس بتفكر ان فيه خطة ما هي الافضل بمعنى انها بتقول 3-4-3 دي وحشة خلينا نلعب 4-2-3-1 4-2-3-1 دي تحفظت خلينا نلعب 4-3-3 اثبت بقى على 4-3-3 بعد ماتش الهلال السعودي ولو ان في الحقيقة هي كرة مش كده الميزة الرئيسية اللي عند مو سماني هي اكبر عيب عند مو سماني التغيير الكتير في طريقة اللعب احيانا بتبقى مشكلته بالنسبة لي انه بيخلي الموضوع فيه نوع من انواع الاعتمادية على طريقة نجحة قدام منافس هي ليست بالضرورة قادرة على عبور منافس حتى لو اقل قوة زي الهلال السوداني بمعنى ايه اللي انا عايز اقوله 4-3-3 نجحت قدام الهلال السعودي لان الطريقة بتاعت تنفيذها واسلوب اللعب بتاع الاهلي كان لايء عليه الطريقة دي انما 4-3-3 هي نفس السبب اللي خلت الاهلي ما يظهرش بشكل مميز في المباراة امام الهلال السوداني عايز اقول ايه اكتر ووضحوا اكتر وانفصصوا كده براحة 4-3-3 بتلات ارتكاز دفاعيين عندهم من نزعة دفاعية تغلب على الكورة بتاعتهم هي الميزة الرئيسية فيها القدرة على الضغط على المنافس واسترجاع الكورة في اماكن مبكرة يعني في اماكن حول حدود منطقة جزاء المنافس اللي هو كان في الحالة دي الهلال السعودي وبالتالي ضرب الهلال السعودي هو بيبني اللعب الليل السعودي هو بيبني اللعب مصر لانه من جودة الفرق الكبرى مصر على انه يبني اللعب على الارض ومصر انه يروح عليك على الجول بشكل فيه تدريج للكورة مصر انه يزبط مهارته وموهبته ومصر انه يلعب كورة فيها كوالتي عالي الحاجة التانية ان الهلال كان فرقة كبيرة الهلال السعودي فبي ريسك فلعبته بتحاول تطير بدري الزاهرين يحاولوا يفتحوا الملعب بدري لعبت الوسط تسيب اماكنها بدري فبالتالي كل ده لما انت بتضربوا الدفاع العالي وبتضربوا بسلاسة الارتكاز بتوعك أليو ديانج وعمر السلاية وحمدي فاتحي تقدر تنتزع منهم الكورة لانهما مصرين يبنوا على الارض وتقدر تعمل عليهم هجمات خطيرة لانهما مصرين يهجموا ويلعبوا كورة فيها ريسك فيها مخاطرة انما الهلال السوداني مختلف تماما مش عايز يبني على الارض مش بيلعب كورة فيها ريسك وبالتالي الاهلي لقى انه بيضغط على بيحارب توحين الهوى بيضغط على الفاضي بيضغط بس الكورة الطولية هي اصلا سلاح الهلال السوداني في المباراة وبالتالي لقى نفسه مضطر انه يرجع يلم الكورة الطولية فلقى نفسه تراجع جدا فطريقة اللعب اللي كسب بيها موسيماني قدام الهلال السعودي لما حاول يطبقها ويسبتها قدام الهلال السوداني اكتشف انتهيقلي النهاردة انها مكنتش انسب اسلوب لمواجهة الهلال السوداني اعتقد قدام الهلال السوداني كان محتاج لعب زي محمد مجدي افشا اكتر مع احمد عبدالقادر مع نوعية اللعيبة اللي تقدر تتحكم في اقاع اللعب تهديه شوية تحتفظ بالكورة اكتر تزق الهلال لورا لان انت بيقادورك في المطش ده انك بس تزق منافسك لورا لان الكواليتي عندك وجودة المهاجمين عندك المفترض انها اعلى من المدافعين عنده وبالتالي تصرفك في الكورة بيكون افضل كتير فاعتقادي الشخصي انك لو بتسألني هل بيتسو الموسماني يتحمل جزءا من نتيجة مباراة الهلال السوداني اه هي صحيح نتيجة مش وحشة زي ما اتفقنا لكن كانت ممكن تبقى احسن انطباعي الشخصي الاولي اه انها كانت ممكن تبقى احسن ومرة تانية هي النقطة الرئيسية اللي بتميز الموسماني هي اللي احيانا بتعيبه تغييب الكتير في طريقة اللعب بتخلي الاهلي في مباريات كتيرة يخوضوا المباريات بخطة غير ملأمة وبالتالي بتكون هي دي النتيجة زي ما هي احيانا بتخلي الاهلي يخوضوا المباراة بخطة ملأمة جدا زي مباراة الهلال السعودي ده الفرق ما بين مطش الهلال السعودي ومطش الهلال السوداني واعتقد ان الاهلي محتاج يرجع مرة تانية لطريقة لعب سبتة زي 3-4-3 على سبيل المثال او 4-2-3-1 او 4-3-3 ايا كان اللي هيختاروا بيتسو الموسماني بس يبقى دي طريقة اللعب السبتة اللي بنغيرها في المطشات الكبير وبالتالي اعتقد ان طريقة 4-3-3 بتلاتة ارتكاز لفعي مش هي الطريقة اللي تتسبت لان هتلاقي كتير قوي منافسين اقل من الاهلي في المنافسات اللي هو رايح لها بقى اللي هي دوري ابطال افريقيا والدوري المصري وبالتالي هم مش هيكونوا عايزين يبنوا اللعب هيكونوا مش عايزين يفتحوا خطوتهم مش هيكون بيطيروا ظاهرين مبكرا وبالتالي مش دي الطريقة الانسب الاهلي محتاج يرجع مرة تانية لمدرسة الاستحواذ سواء بـ 3-4-3 او 4-2-3-1 ويطبق 4-3-3 اللي فيها ضغطة عالية على الفرق اللي زي الهلال السعودي مش اي فريق تاني فالله ما عايز اقوله عشان نطلع بشوية نقاط كده رئيسية بالنسبة لي بيتسو الموسماني مدرب جيد لكن زيه زي اي مدرب في الدنيا بيغلط بعض القرارات وبعض المباراة او النتيجة بتورينا ده والاداء بيورينا ده النقطة التانية ان ده لا يقلل من جودة وقيمة بيتسو الموسماني وقدرة الاهلي على المنافسة النتيجة مش سيئة زي ما اتفقنا في الاخر حاجة التالتة ان الظروف بتاعة ارضية الهلال السوداني والجو والطقس والحاجات دي دايما بتلعب دور حتى ريني فايلر لما راح يلاعب الهلال السوداني لعب بطريقة اشبه في السودان اشبه بطريقة دفاعية باستخدام اربعة اتنين ثلاثة واحد صحيح كان الوضع مختلف وكان بيدور على البطاقة بتقاهه والخلاص فهو عارف هو عايز ايه بالزبط ان نمتش لكن في كل الاحوال الظروف احيانا بتلعب دور الحاجة الرابعة انك لا تحكم على خطة بس بشكل مطلق لكن في ناس كتير قوي تسألني على التحليل في الفترة اللي فاتت ونعمل ايه في التحليل ما تنتصرش الرأي ثابت لازم توقع تفكر في كل التفاصيل اللي حواليه فاربعة تلاتة تلاتة اللي كانت مبداعة قدام الهلال السوداني لم تكون مناسبة امام الهلال السوداني والطريقة اللي كانت فيها قوة كبيرة جدا في قطع الكورة من الامام قدام الهلال السوداني لما واجهت خصمه مش عايز يبني اللاعب اصلا زي الهلال السوداني اتراجع اللاعبون بتوع الاهليه فكانت النتيجة انهم ظهروا ذلك انهم بلعبوا بتواترتكاز عايزين يتلعبوا بالماتش صفر صفر فبالتالي اكيد ده ما كانش الهدف بتعبيد سومو سماني لكن في نفس الوقت التحضير ما كانش كافي داي نقلنا النقطة الخامسة ان دايما لازم ناخد بالنا من الظروف لازم ناخد بالنا من اللعبة دي طلعت من قطر في كاس العلم للأندية رحت عالكاميرون ورحت على المواسكر في مصر وبعدين طلعت عالكاميرون بعد كده رجعت على الامارات لعبة كاس العلم للأندية وبعدين قامت طلع كاس العرب في الاول وبعدين المواسكر وبعدين كاس الأمم وبعدين كاس العلم للأندية وبعدين السودان في دوري ابطال افريقيا فاللعيبة بكل تأكيد هي الاخرى متأثرة بشكل كبير وده يخلي الاهلي محتاج ان هو فعلا يوزع الطاقة بتاعته على مجموعة اكبر من اللاعبين لكن لسه يمكن ده يحصل لما يكون فيه تنفسية الدوري اكتر وعدد المباراة بتاعت الدوري اكتر